وقتها اكتشفت انه السيد الوالي عنده زادة مشروع واحد اخر واللي هو اللقاء استحسن الناس الكل المشروع دايما كناش ببنى به واللي هو ارقاو ارض اللي على اساسها تنجم مع انت يبنى ملعب جديد لجهة اسفقس نحن كوزارة اشراف من نجم وكون وكان فرحاني وما لازمنا بصفة واقعية وبصفة قانونية نشوفو يعني الاتار القانوني للمسألة هذية وهل انو المسألة هذية تنجم مع انت تسير على ارض الواقع ولا علاش خاطر كيف نشينا ما كناش ببنى بالمسألة هذية مع ملناش دياراسة في الوزارة وما نجموش نجيو نوعدو يعني جهة اسفقس بمسألة اللي نحن ما كناش نعرفوها بشتولي مخترع اللي اخرى فهمتني دوك انا كنبدا فاس معناتها ايو نانفورماسون جديدة مقول معناتها هاو تمشي اما ما نلتزمش خاطر الالتزام بالواهم وراه يولي مختر يعني شرط الاساسي سيد الوزير بش نوضحه للناس اللي تتبع فينا هو واقعية المشروع يعني انتوما مقبلين ومنفتحين على كل المقترحات لتحسين البنية التحتية والرياضية ولكن الشرط الاساسي واقعية هذه المشروع هذي اللي صار به السيد الولي وصحنا بش نوه المعنيتها اللي يستنى من المشروع هذي قتله وقصر قتله وراه كيف ده ثم مشروع ثم مسألة مهمة ياسر اللي هي مسألة التمويل اذا كان انتو الارض على المستوى القانوني الارض موجودة وهو قال لنا انو قانونا ما عنده حتى اشكال خاطر راهو لازم كنت تعرفوا حاجة في المنشأة الرياضية بصفة خاص راهو كل ما نبدأو نعملو نحبو نعملو مشروع جديد راهو دي ما نرقاو اشكاليات قانوني هاو الارض على ملك اكس والارض على ملك الجريك دي جاء المدينة الرياضية اللي كانت بشتعملو لولا في سفيقس كانت بشتعملو وين المستشفى العسكري في سفيقس ومبعد ظهرت الارض اذي على ملك مراها تعيش في ايطاليا ومبعد تبدل البلاس هتبدل فهمت الحذارة بتاعنا رانا معناتها وزارة اللي انمثلوا الدولة وراهو موش بتفادليك نجي ونحطوا يدنا على ارض اللي هي مهيش مثلا ملك الملك بتاعها الاصلي هذه الحاجة الولى قتلوا اولا عندنا المستوى القانوني اذا كان امورها واضحة وعدني انورها امورها واضحة قتلوا المسألة ومسألة التمويل راهو تعرف الظروف اللي تعدى بها الدولة ورانا من نجموس نرمي ورواحنا في مشروع يكون مكلف جدا